موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيباه والبداية بالعناوين توقيع المصفوفة المحدثة لاتفاق جبا بجنوب السودان والبرهانوس الفاكير يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين مناوي يدعو المانحين للوفاة بتعهداتهم لدعم تنفيذ بنود اتفاق السلامة وشاذا عثمان تقول دعم المجتمع الدولي أساسي للإفاءة باستحقاقات اتفاق جبا حميتي يقول ماضون في الاتفاق الإطاري حتى نهاية الطريقة ويتهم عناصر النظام السابق بالسعي للوقاعة بين القوات المسلحة والدعم السريع أهلا بكم إلى التفاصيل وقعت الحكومة السودانية وأطراف السلام اليوم على المصفوفة المحدثة لاتفاق جبا للسلام بقاعة الحرية بجبا عاصمة دولة جنوب السودان وجرت مراسم التوقيع بحضور ممثل دول الإيقات وليونتامسة وممثلي الإمارات وشات ومصر والسعودية والشهود الضامنين وأعضاء السلك الدبلوماسي بجبا فيما وقع للحكومة السودانية عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في مراسم الاحتفال بالتوقيع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جبا للسلام هذا ورافق البرهان في زيارته عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس ووزير الخارجي المكلف علي الصادق إلى ذلك عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سيلفا كيرمير ديتا اليوم جلسة مباحثة بأمانة حكومة جنوب السودان وتناولت المباحثات مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة والسبل الكفيلة بترقيتها من جانبه أكد البرهان حرص حكومته على تنفيذ اتفاق جبا والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه وفي السياق ذاته أكد البرهان خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود البلاد فيما تبقى من الفترة الانتقالية من جانبه جدد رئيس دولته جنوب السودان سلفا كيرمير ديتا حرص بلاده على بدل كافة الجهود لينعم السودان بالأمن والاستقرار دعا حاكم قليم دارفور من يركم الناوي المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ اتفاق جبا للسلام لتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم وأكد من ناوي أن السبب الأساسي في تأخر التنمية بالإقليم وعدم تمكن الحكومة الانتقالية من بسط سيطرتها وكذلك قلة الموارد لأجل التنمية متعلق بالموارد الأساسية سوال كانت تتوفر ذلك من خلال الصناديق الخيرية أو دول التي ممكن أن تمنحها أو مثلا من خلال الموارد التي ممكن تخصص لتلك الأهمية فهذا كله تم التأخير بالتنفيذ الاتفاقية لذلك نحن نوت أو يعني التهدي الغرض من العضورنا هنا هو الوجودنا هنا لبداية حقيقية من أعمل للتنفيذ الاتفاقية الرؤية طبعا وضعت الآن وهي واضحة جدا كانت طبعا مربوطة بالمصفوفة والجلاوات الزمنية محددة وتم تفويت هذه الجلاوات الزمنية وكانت يجب يعني من يوم الأول من يوم التوقيع في 2021 يجب أن تبدأ بعض القضايا في التنفيذ بزاعتها إلى أن تنتهي في 39 شهر وبعض القضايا الأخرى تستمر لأكثر من 10 سنوات وكذا لكن للأسف هذا لا يمتم ولذلك الآن وعيدة المصفوفة والماتريكس التي هي الجداول الزمنية الجديدة من خلال هذه الجداول الزمنية نحن الآن في أشياء كثيرة جدا وخاصة بعض البنوط تحتاج للقرارات واضحة وبعض الأخرى تحتاج لاتفاق ما بين الأطراف بشكل ممكن يليك بتوافق طروح والأخرى النصوص ولذلك أفتكر لا يوجد مشكلة في الجانب شددت القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي لأصل شذا عثمان على ضرورة دعم المجتمع الدولي للإيفاء باستحقاقات اتفاق جباه لسلامة وقال شذا في تعميم صحفي أن الفرصة ما زالت مواتية للقوى السياسية في تحقيق التوافق الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا مجددة الدعوة للقوى السياسية بتغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الشخصية والحزبية أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميتي بأنهم ماضون في الاتفاق الإطاري حتى نهاية الطريقة وجدد حميتي دعوته للحركات غير الموقع على الاتفاق الإطاري بأن تكون جزءا منه مشيرا إلى أن حل الأزمة الاقتصادية في البلاد يكون عبر الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية أولا العملية السياسية الجارية الآن أكدت مرارا وتكرارا أن لا اتفاق الآن اتفاق السياسي الإطاري هو مخرج بلادنا من الأزمة الراهنة وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل وقد ساهمت مع بقية الموقعين في دفعه إلى الأمام في مناغشات الغضايا السلاسة وآخرها ورشة الشرق السودان التي نظمتها الآلية السلاسية ونجحت بصورة كبيرة في وطء الأساس لمخاطبة الأزمة شرق السودان بصورة صحيحة كما سأهمت كذلك في محاولات إغناء القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بالانضمام للعملية السياسية آخرها الإعلان السياسي الذي نغشته الأطراف الموقعة مع بعض الحركات والأحزاب غير الموقعة ولا زلت آمل بأن تكلل هذه المسائب النجاح أنني أعتقد بأن هذه العملية السياسية قد تطاول زمنها وأن الوقت أدحان لإنهائها والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة تتشكل بناء عليه سلطة مدنية انتقالية تغود البلاد ونعود نحن في المؤسسة العسكرية إلى سكناتنا لتفرق لآداء مهام حماية حدود البلاد وأمنها وثيادتها وهذا مهام جليلة نتمنى أن نوفق في آدائها وفي سياق آخر أكد حميتي أن قوات الدعم السريع أنشئت كمساند ومساعد للقوات المسلحة بنص القانون وأشار حميتي إلى أنهم جمعتهم مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن وأمنه متهما من أسماهم عناصر النظام السابق بالوقيعة بين القوات المسلحة والدعم السريع ثانياً العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع نشأ الدعم السريع كمساند ومساعد للقوات المسلحة وينوس غانونه على أنه جزء منها جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن وأمنه ولنا معها أهود لن نخونها أبداً ولن نسمح لعناصر النظام البائد الوغيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وأقول لهم أنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك أبداً إننا في غوات الدعم السريع ملتزمين بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد ودمج غوات الدعم السريع وفق جداول زمنية يتفق عليها كما أننا ملتزمين ملتزمين بالصدق من الانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاختصاد كلياً وتمكنها من التصدي الفعال لكل ما يهدد أمن البلاد وسلامها وفي ذات السياق قال حميتي أنهم في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها وأكد حميتي التزامهم بالصدق في عملية الإصلاح الأمني والعسكري بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاختصاد كلياً إن القوات المسلحة السودانية مؤسسة ذات تاريخ عريق وهي لن تكون مطية لحزب أو جهة بل كانت وتظل ملكاً للشعب السوداني بكل أطيافه ومصدر فخره وإحترامه ونحن منها ولن ندخر جهداً في الدفاع عنها ضد كل من يسيئ إليها أو يغلل منها وقد وضع الاتفاق الإطاري أساساً متيناً للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته بسبب سياسات النظام البائد لهذا سنمضي فيه بصدق وجدية حتى تحقق أهدافه كاملة غير منقوصة فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفس كلها دون تجزيع قال القيادي بحزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي أن خطاب قائد قوات الدعم السري يستحق الاحتفاء وأضاف عربي أن إعادة تأكيد حميتي على الالتزام بالاتفاق يعتبر اختراقاً مهماً في مسار العملية السياسية ويحمد له أيضاً التزامه التام بالاتفاق الإطاري وعدم التراجع عن مطلب الجيش المهني القومي الواحد قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برما أن الاتفاق الإطاري أو أن الاتفاق بين مركزية قحة والكتلة الديمقراطية بات قريباً وأكد برما أن الأوضاع في البلاد لا تحتمل الخلافات ولا بد من التوافق لضمان نجاح ما تبقى من الفترة الانتقالية مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة سيتم بعد عقد ورشة الإصلاح الأمنية والعسكرية قال رئيس التيار الإسلامي العريض محمد علي الجزولي على صفحته بالفيسبوك كأن القيادي بحركة المستقبل ناجي مصطفى متحفظ عليه لدى الاستخبارات العسكرية وأضاف الجزولي أن التحفظ عليه يأتي للتحري حول فيديو له راج في وسائل التواصل الاجتماعي هذا وكانت ابنة المحام ناجي مصطفى قد قالت أن والدها تواصل معهم وأخبرهم أنه بخير وسيعود قريباً دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى دشن نائب رئيس مدس السيادة الانتقالي محمد حمدان حمدي قافلة إغاثية عبر الجسر الجوي للمتأثرين بالزلزال الذي ضرب دولة تركيا وأكد حمدي أن هذه القافلة هي مساهمة سودانية خالصة وتمثل الحاجة الماسة للمناطق المتضررة بفعل الزلزالة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعاً نحن أول حاجة نعزي أهلنا في تركيا حكومتنا شعباً لهذه المصيبة الكارثة الكبيرة جداً في تركيا وبرضو أهلنا في سوريا وهي مصيبة والمؤمن مصاب وأنا داير أقول قبل ما أمشي للموضوع الغافلة أنا داير أقول أنه نحن مفروض نتعذ من هذه صحيح هي منطقة يعني بتكرر فيها الزلازل لكن برضو الإنسان والإنسانية كلها مفروض تتعذ من هذه مثلاً الكوارث مثال الكورونا الزلزال الناس يعني تكون لها عبرة وعظة وهي اختبارات للأمة كلها جمع المسلمين والأمة الإنسانية كلها فأنا يعني من هنا بعزي أهلنا في تركيا وإن شاء الله ربنا نشيد من أذرهم ويجبر كسرهم وإن شاء الله يعني الفقدوا وسرهم والضحايا كلهم نحن نقول لهم يعني دي إرادة ربنا والمؤمن مصاب ونحن برضو من هنا يعني نقول أن نحن المساهمة دي هي صحيح باسم قوات الدعم السريع ومن الدعم السريع لكن باسم الشعب السوداني جميعا وكل ولاياته المساهمة سودانية الشيء الثاني برضو أن نحن من هنا نرسل برضو رسالة لأهلنا فيه والله نحن حاولنا لسوريا أنه كيف نقدر يعني نودله لكن ما لقنا عنده الآن الطريقة الكيف نقدر أن نحن نوصل مساعدات لسوريا الحاجة الثانية برضو أن نحن صبرنا لمدة أسبوع أو عشر أيام شوفنا الحوجة الماسة بالنسبة لفين في مناطق الزلزال شوفنا الحوجة الماسة اللي نديرينها شنو في أهلنا في تركيا فالقينة أكثر شيء هي الخيام والبطاطين وإن شاء الله الدعم من الشعب السوداني ومن الأمة جميعا يعني أن نحن من أدعوهم أنه يساعدوا أهلنا في تركيا وهم ناس خير وصباغين للخير وأن نحن وجودهم معنا منظماتهم الآن هي منظمات إنسانية موجودة وخاصة في المناسبات العياد ذي رمضان والأطحى يعني عندهم منظمات الآن شغالة وخاصة للمستطعفين فإننا منقول لهم شكرا جزيلا ودي مساهمة بسيطة جدا من الشعب السوداني أنه إحنا نقيف يعني نأذركم ونقيف معاكم وإحنا إن شاء الله نقول لكم إحنا معاكم وإن شاء الله دعمنا ما حي يقيف والآن برضو في يعني آآ مساعدات تانية في الريام الجاية إن شاء الله حتجهز آآ حسب كلام وزيرة التنمية الآن قبل شو معاي وإن شاء الله نشد من أذرهم وإحنا برضو جاهزين لصحية الناس الآن أخذت زمن طويل تحت الأنقاط لكن لو في أي حوجة لجنود أن إحنا مستعدين لأي عدد أن إحنا نكون معاهم ونساندهم وحتى هنا في سوريا برضو في تركيا في سوريا إحنا جاهزين لكن زي ما قلنا سوريا كيف نلقى الطريقة لأن إحنا نوصل بها المساعدات فإحنا برضو جاهزين لأخواننا في سوريا شاء نوصل له المساعدات إن شاء الله شكرا جزيلا لحضوركم الإعلام الكبير وبرضو نحن دارينكم كإعلامين برضو تعيينوا بالإعلام وتساعدوا فوق الدعم أهلنا في تركيا إن شاء الله وسوريا شكرا جزيلا وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد المكتب التنفيذي لأصحاب وسائقي المواصلات العامة بولاية الخرطوم الدخول في إضراب مفتوح عن العمل خلال الأيام القادمة وعقد المكتب التنفيذي اجتماعا طارئا خلص إلى الدعوة لإضراب مفتوح لإلزام حكومة ولاية الخرطوم بالتراجع عن الزيادات الأخيرة في غرامات المرور ورسوم ترخيص الخطوط دعا وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن فرني المجتمع السوداني لدعم الدور الدور الإيوائية للاحتياجات المستمرة والتكلفة العالية موضحا أن الوزارة تصرف 80% من ميزانيتها فيها وكشف فرني أن عدد الأطفال في دار الميغومة في تزايد مستمر موضحا أن العدد الحالي هو 376 طفلا بالميغومة و31 فتاة بدار المستقبل وأحد عشر شاب بدار الحماية وعدد الأسر الكافلة 250 أسرة وجهت حكومة ولاية جنوب دارفور بتنفيذ أمر تأسيس محكمة المستهلك ودعم جهود اللجنة الولائية لشؤون المستهلك وتعهد والي ولاية جنوب دارفور حامدة جان هانون بتمكين وتعزيز عمليات حماية المستهلك عبر الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على نشر ثقافة الثقافة والتوعية توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تواصل ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا تدريجيا في جميع انحاء البلاد وكشفت وحدة الانذار المبكر عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر ونشاط للرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من شمال أواصط وغربي البلاد نهاية النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين توقيع المصفوفة المحدثة لاتفاق جبا بجنوب السودان والبرهانوس الفاكير يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين مناوي يدعو المانحين للوفاة بتعهداتهم لدعم تنفيذ بنود اتفاق السلامة وشاذا عثمان تقول دعم المجتمع الدولي أساسي للإفاءة باستحقاقات اتفاق جبا حميتي يقول ماضونة في الاتفاق الإطاري حتى نهاية الطريقة ويتهم عناصر النظام السابق بالسعي للوقاعة بين القوات المسلحة والدعم السريع شكرا لطيب المتابعة نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعاري العمولات إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 شكرا